طيب هنروح على منتخب مصر للسيدات 3 على 3 انتو عارفين كرة السلة في مصر هي بتبقى المطشطة العادية بتاعتنا ولكن اتحاد الدولي استحدث نشاط والنشاط ده دقى الولومبيج جيمز او الدورة الولومبية وهو 3 على 3 نص ملعب وبيدي فرصة للعيبة اللي ما تلعبش في اندية او بتلعب زي ما يقوله لعب الشوارع او لعب ال اه هي اسمها يعني فيه ناس بتمرز كرة السلة في الشارع فهو عايز يديهم فرصة انهم ما يشاركوا فعمل النظام بتاعت 3 والتحاد المصر يكون تسلق اقر هذا النظام ودخلوا بقليمه ونفساته وليمتشطه كل حاجة خماسي اهلاو في القائمة الاولى لمنتخب 3 على 3 استعدادة لبتوت افريقيا بالقاهرة هبكلم عن السيدات هنا مين الخماسي اللي راح مرال اشرف رانيمي الجداوي هلا شعراوي ثلية محمد وندين سلعيو خليني اقولكم ان المنتخب في الاخر الفرقة بتبقى اربعة الخمسة دول ارايحين ولكن بيتم اختيار اربعة مين مدير الفني كابتن محروس كابتن محروس هو المدير الفني لفريق سبورتنج للسيدات فهنا احنا بنتكلم على تجمع المنتخب متخد من الاولى خمسة اكيد متخد من اندية تانية لعبات ولكن الفاينال بيكون اربعة الفاينال بيكون اربعة طبعا البطولة افريقيا تبقى في القاهرة ومجموعتنا منتخب تونس مدغشكر رواندا خلي بالكم مجموعة جامدة مدغشكر عاملة تفرة في كرة السلة السيدات ودايما بتشارك كمنتخب واندية بتشارك من عندهم كمان في بطولة افريقيا للسيدات الاندية الاقصد ونفس الوضع بالنسبة لرواندا حدس ولا حرج هم يعني دولة بقت خلاص في كرة السلة وبتحتضم كل نشاطات كرة السلة الكبيرة منها النهايات بتاعة البسكتبول افريقا ليج وبطولات افريقيا كلها على صالة كيجال هناك في رواندا ولكن احنا بنتكلم على منتخبات قوية اتمنى التوفيق طبعا كابتن محروس قدها ان شاء الله ولي خبرة كبيرة جدا طب البطولة هتتلاعب فين؟ هتتلاعب على مضمار الدرجات باستاذ القاهرة في الفترة من واحد لاربعة ديسمبر ان شاء الله يعني بكرة احنا بنتكلم بكرة يعني ان شاء الله النهاردة مفهود يكون يتعرف مين الاربع لعبات اللي هيكونوا ضمن القائمة النهائية كل التوفيق طبعا لهذا الفريق وتاتعة تلاتة من الالعاب المهمة جدا والحقيقة بالمناسبة انا عايز اقول حاجة مصر عاملة فيها شغل كويس يعني تاتعة تلاتة احنا عاملين شغل كويس احنا فيه شباب واخدين رابع عالم سيدات عاملين شغل كويس رجال ايضا عاملين شغل كويس طيب عندنا اخبار تانية تخص طبعا كرة طائرة لسه نتكلم عن الرجال لسه نتكلم عن السيدات بس خلينا اطلع لفاصل اشتركوا في القناة